المترجم للقناة الجلطات الوريدية وسواء الحادة أو المزمنة يمكن علاجها بالقصرة سواء عن طريق نذيبات التجلط أو عن طريق شفط الجلطات أو عن طريق وضع دعامات خاصة لفتح الأوردة وبالتالي منع العراض المزمنة لسداد الأوردة وهي تورم الأقدام والألم خصوصا لدى النساء بعد الولادة أو بعد الشباب بعد الحوالة السيارات هذه التقنيات ثمرت التعاون ما بين العلم والصناعة وبين الطب مثل هذه المؤتمرات وهذه الاجتماعات أنا أتمنى أن أرى كثير من الشباب الطباء حديثي التخرج وطلبة الطب أن يحضر هذه المؤتمرات ويرى التقدم الهائد الذي وصل إليه لوعي الدموية والقسطرة وأتمنى أن أرى كثير من المخصصين في هذا المجال لأنه حاجة ماسة في العالم العربي لإتصاصين جراحة لوعي الدموية خصص القسطرة وأتمنى منهم أن يروا بعينهم يتقدم هذه المحاضرات المفيدة وهو رش العمل الموجودة بالمؤتمر هذا وغيره حتى إن شاء الله يبدو اهتمام للتخصص في هذا المجال شكرا لكم اشتركوا في القناة